منذ لحظات انتهت مباراة تحديد المركز الثالث ورامة بين أسبانيا وفرنسا واللي انتهت بفوز أسبانيا 35-29 على المنتخب الفرنسي وبالتالي أسبانيا هي صاحبة المركز الثالث والماديلية البرونزية في كأس العالم لكرة اليد في مصر بعد قليل حوالي بعد ساعة ونص مباراة نهائي كأس العالم الدنمارك والسويد المنتخبين اللعب مصر في مشوار البطولة هم اللي وصلوا لي المباراة النهائية طيب على مستوى مباراة تكرة القدم مباراة اليوم في الدور الإنجليزي منذ لحظات قليلة انتهت مباراة تشيلسي وبيرلي تشيلسي فاز بهدفين مقابل لاشيه وفي هذه اللحظات ليستر سيتي متعادل مع ليتز يونيتد 1-1 الساعة 6.5 واستهام يونيتد هيلعب مع ليفربول والساعة 9 وربع برايتون هيلعب مع توتنهام مباراة اليوم في الدور الأسباني أيضا منذ قليل انتهت نتيجة مباراة ختافي وديبرتيفو ألفش بالتعادل السلبي 0-0 مباراة قادش مع أكلتكو مدريد بعد حوالي ربع ساعة الساعة 5 وربع غير ناطا يلعب مع سلتافيجو الساعة 7 ونص برشلونة في ختام اليوم النهاردة يلعب مع أكلتكو بالباو الساعة العاشرة مساء طيب مباراة الدوري الإيطالي منذ قليل أيضا انتهت مباراة سبيزا كلاتشيو مع أودنيزي أودنيزي فاز بهدف مقابل لاشيه وفي هذه الأثناء أطلنطا بيلعب مع لاتسيو ولاتسيو متقدم بهدف مقابل لاشيه وأيضا كروتوني بيلعب مع جنوة وجنوة متقدمة بهدف مقابل لاشيه وكلياري بيلعب أيضا في هذه اللحظات مع ساسولو ومزالة المباراة في اتعادل السلبي الساعة 7 نابولي هيلعب مع برما والساعة 10 إلا روبع روما هيلعب مع هلس الفيرونا ده بشكل عام جدوى المباراة اليوم طبعا مباراة قوية ومصيرة مباراة لفربول بالتأكيد في ختام اليوم مباراة برشلونة إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة مميزة وكل المشاهدين يستمتعوا بمباراة كورت القدم في جميع أنحاء العالم